دكتور شعر بسم الله الرحمن الرحمن يعني أتمنى أن يفكر إخواننا في الجانب المسيحي واليهودي في تقديم جائزة نوبل للأخ تقديم جائزة نوبل أي حب يا رجل أي حب تتحدث عنه أنت أصدق أم الله الذي يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا تحاول تأويله لا تستطيع لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا إن تخليت عن دينك ودخلت في دينهم كلام من يعرف النوايا ويطلع على الباطن والظاهر ولا تخفى عليه خافية من ألاعيب البشر بداية أولا العنوان حوار الأديان السماوية مضلل وأكذوبه أكذوبه نعم ليس هناك أديان سماوية وإنما الدين عند الله واحد أهل الإسلام من لدن آدم إلى أن ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ترت كلمة الدين في القرآن ولا في السنة إلا مفردة لم تأتي مثناتا ولا مجموعة في حكاية الأديان السماوية أكذوبه وإطفاء صفة السماوية على ما حرفته الكنيسة وحرفته اليهود بشهادة القرآن ونصه إطلاق السماوية عليها تضليل تضليل للمسلم ولغير المسلم تضليل للمسلم لأنها توهمه أن هذه التي يتحدثون عنها حق كما قال فيما مضى سعيد العشماوي وأمثاله وهم عملاء المسونية من يؤمن بالطورة ومن يؤمن بالإنجيل كمن يؤمن بالقرآن الثلاثة على حق والثلاثة ناجون هذا الرجل أسقط الإسلام جملة وأسقط القرآن جملة وكذب القرآن تكذيبا عندما يقول مثل هذا الهراء وأنا رددت عليه في حينه كثيرا فهواري الأديان السماوية أكذوبه وتضليل تضليل لغير المسلم لأنه يحجبه عن البحث عن الحقيقة لأنه يشعره أنه على حق وهو ليس على حق وهو ليس على حق على باطل هذا تزييف وتدليس وتضليل يعني ثلاثة إرباع البشرية على باطل نعم ويجعل المسلم أيضا مضللا لأنه قد يظن مدامة هذه على حق وهم متفوقون وهم في التقدم المادي والتقدم المدني وفي مستوى حياتهم أفضل لما لا أدخل في اليهودية أو المسيحية مدامة الكل مدامة الكل سواء تضليل باطل لا ينبغي أن نقره بأي شكل من الأشكال الأمر الآخر ليس هناك رجال دين بالمفهوم الحق لا عند النصارى ولا عند اليهود وإنما هؤلاء هل يعلم الأخ أن طلاء على استعمار كان القصص وأن المستشرقين الذين عبدوا الطريق للاستعمار ولغزو العالم الإسلامي ولتغريب المسلمين عن دينهم كانوا أصلا رجال دين هل يعلم أن المحردين على الحروب الصليبية هو ناشر الحقدة على الإسلام في أوروبا كانوا رجال دين مع أي رجال يتحدث رجال دين من وشاهدوا شاهدوا من أهلها قريبا البابا المعاصر معروف ما صدر عنه البابا السابق أطلق سنة واحد وتمانين تسعة آلاف مبشر دفع واحدة في إفريقيا وحين سئل كان صريحا قال لأصد المدة الإسلامية عن إفريقيا وحين نزل أرض مصر قبلها وقال الناس يا سلام تواضع قلت كذبتم وجهلتم وإنما قبلها قبلة رمزية تقول كما قال اللين بها ها نحن عدنا يا صلاح الدين ومعناه أن مصر ستعود مسيحية كما كانت قبل الإسلام مع من نتحاور ثم هذا الحوار كما ورد في القدم حوار الحمل مع الرئب والحمل هو الطرف المسلم والرئب هو الطرف الآخر وحين أختار رمز الحمل فلأن المسلم مقيد بقيود مأول قيد منها أن دينه يلزمه بأن يعترف بموسى ويعترف بعيسى ويعترف بالإنجيل المنزل وبالتوراة المنزلة وليس على الجانب الآخر ما يلزمهم بهذا الاعتراف وإلى الآن القرآن بشري وصانعه محمد ومحمد أكذوبة وتصنيع صنعه ورق بن نوفل وخديجة وقال هذا خليل عبد الكريم تصنيع نبيه وقاله القمني أخيرا في الهراء الذي كان يقوله أخيرا فمع من تتحاور هذه واحدة ثم باختصار الحمل المسلم اللي هو الطرف المسلم ضعيف ليه لأنه ليس وراءه سند لا من أنظمة ولا من حكومات ولا من مجتمع حتى ثم هو ضعيف بمنطق آخر ليس وراءه حضارة إسلامية كما كان ينبغي يستند إليها ويقول هذا ما صنعه الإسلام لكن نحن في عصر تخلف هو الآخر يقول المسيحية هي التي صنعت الحضارة وهي التي قدمت البشرية وهي 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 فمعه سند آخر يستند إليه يفتخذ الطرف المسلم ثم إمكانت بلا حذور ولا إمكانت بالمرة طيب أنا هذا الطرف فكيف يتم الحوار كيف يتم الحوار يا أخي أولا هناك كثير أن يتخلص من حكاية الحب دي والمحبة يريد تتخلص من حكاية الحب والمحبة ليس مين حتى لا أنظر إليك حتى لا أنظر إليك نظرة أخرى أينما وجد الله أينما وجد الحب وجد الله لذلك أقول بالنسبة أولا للآيات ولن ترضى عنك اليهود ومن أحب الشيطان أحب الله أنا لا أقاطعك لا 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 بس لا يمكن أراجع أقاطعك ولن ترضى عنك اليهود ولن نصر كل رجل الدين كل عالم كل شيخ كل مفسر يستطيع أن يفسرها على طريقة إخراجها من السياق التاريخي أولا الشيء الثاني هناك تفسيرات مذهبية تفسيرات طائفية ولن تنتهي كما يقول المثل الإنجليزي الشيطان يكمل في التفاصيل هذا أولا المسألة الثانية حوار الأديان بالنسبة إلى هناك أيضا محتدلون لماذا دائما نركز على الوجه المظلم إذا كان هناك قساوسة أو ما إلى ذلك جاءوا بالحروب الصليبية وما إلى ذلك هناك الكثير منهم من القساوسة ممن يمدون يدهم ممن يتكلمون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإسلام بصور جدا مشرقة وجميلة جبران خليل جبران بورناتشو يمتدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جوران في قصة الحضارة التحدث عن الرسول وعن الإسلام كبار المفكرين والفلاسفة الغربيين قالوا كلاما رائعا عن الإسلام بل أفضل أفضل أحيانا من حتى المسلمين في توصيفهم للرسول وللمدينة وما إلى ذلك وليام مور في كتابي حياة محمد الكثير من جورج رداق بولسلام كل هالمسيحيين أخذهم وألقيهم في البحر بحجة أن هناك أن هناك متطرفين وقفوا ضد الإسلام هذا ليس صحيح لو استخدمنا أسلوب حوار الدم بدلا من حوار من الحوار من حوار شجرة لياسمين فإننا ماذا سنقضي على كل هؤلاء بصورة واقعية الآن يوجد مساجد في أوروبا 300 مسجد في هولندا 141 مسجد في ألمانيا 1500 مسجد في فرنسا 2000 مسجد في أمريكا إذا قلنا نلغيهم ويلغون يلغون المساجد ويلغوا 20 مليون مسلم وعربي في أوروبا ويلقونهم في البحر ونحن نأتي إلى المسيحيين والكنائس في الشرق الأوسط أو في العالم العربي والإسلامي ونلقيها في البحر هل هذا هو الحل؟ أبداً الحل هو ماذا؟ هو أن نتعاون أن نتواصل نحو المشتركات ما هي المشتركات؟ كثير من المشتركات الموجودة التلاقح أفضل من التناطح لتأسيس وجود إنساني هل يوجد أجمل من حزب الإنسان؟ هل يوجد أجمل من الفكر الإنساني؟ يا رجل أنت شخص طوباوي لا 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 أرجوه لست طوباوياً ولست حالماً ولست رومانسياً هذه الحضارة لنتكلم على قضية الحضارة هذه الحضارة ألا تجمعنا؟ الحضارة هي عبارة عن دورة دموية دورة دموية لدماء كثيرة حضارة الكنفوشيوسية الأسيوية الحضارة الإسلامية كل هذه شاركت لهذه الحضارة الموجودة فأنا أقول الحضارة تجمعنا الحب الله أيضاً يجمعنا كل هذه الأمور يجب أن نتعاطف نظيرك في الخلق إضافة ولقد كرمنا بني آدم لم يقل كرمنا فقط المسلم كرمنا بني آدم إذن المسألة إذا التزمنا إلى عامل الإلغاء الإلغاء المتباذل الأسلوب الوحشي استخدمنا الكليسترول الثقافي والإسمنت الأديولوجي لنمنعهم من أن يأتي إلينا بالعكس يجب أن ندخل الكنيسة لنلقي محاضرات ونعلمهم عن الإسلام وجمالية الإسلام وموقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموقف الصحابة مع المسيحين وهناك مناظر ومواقف تاريخية جميلة جدا تعكس حالة الاعتدال الإمام علي عليه السلام له موقف مرة على كنيسة كان أحد أصحابه يقول طالما أشرك بالله ها هنا فقاله لا تقول ذلك ولكن قل طالما عبد الله ها هنا المسأل ولذلك أقول لماذا قال الرسول إذا جئنا للآيات قل يا أهل الكتاب القرآن يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله لم يقل تعال بالمسدس تعال بالقتل والذبح والإبادة ونشر عرائس الذم أنا أقول هذا هو موقفنا نلتقل إلى التاريخ كما يتكلم الدكتور عن التاريخ الدولة العباسية كانت تأتي بالمسيحيين ليترجموا الفلسفة اليونانية هناك عوامل مشتركة كثيرة جدا في حقوق الإنسان نستطيع أن نلتقي في الحضارة نلتقي في التكنولوجيا في كثير من الأمور لو كل إنسان أوصد بابه وقال علينا أن نتعال أن نتعامل بلغة السكين فإنه لن يكون هناك انظر إلى العراق ماذا يحدث جميل دكتور أولا ذهب الأخ بعيدا تماما عن إطار الحوار وعما نقصد ليس الكلامون الآن يعني أن البديل هو التحدي وأن البديل هو الصراع وأن البديل هو الحرب وأن البديل هو إبادة الآخر هذه أكاذيب غير صحيح وإنما المراد وضع الأمور في نصابها كيف ندير حوارا جدا أمينا صادقا ملتزما بين الإسلام طرف وبين غيره من الديانات ولا أقول الأديان السماوية بغض النظر عن أي دين يدخل كحوار هنا قضايا يمكن أن تؤثر من يستطيع أن يقول إن دينا أولا الحوار تعمد أن يكون انتقائيا وتحكميا لا حوار حول عقيدة لا حوار حول شريعة حوار حول أخلاقيات مشتركة وأولها التسامح وسأتحدث وذكرني بالتسامح لأنه رأاه كوارث طيب أذكر كم نعم القضية ليست بهذه السهولة المثل العربي يقول أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق بين الإسلام وبين المسيحية وبين اليهودية تناقض أساسي في أصل العقيدة عقيدة الإسلام توحيد والتنزيه المطلق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقابلها باسم الآب والابن والروح الكدس إله واحد من يستطيع أن يوفق بين المتناقضين استحالة القرآن يقول ليس كمثله شيء والنصارى جعلوا الإله بشرا يأكل ويشرب ويدخل بيت الخلاء واليهود شبهوه وجسموه تناقض غير قابل للحال الموضوعية هنا إيه؟ ما قال القرآن لكم دينكم واليدين فليعترف كل منا بحق الآخر أن يؤمن أن دينه هو الحق وأن دين الآخر باطل ليس يجرحه وليس يقف منه موقف عداء وإنما يبين له بالحجة والبرهان ما يكشف عن الحقيقة في الجانب هذا وعن الزيف في الجانب الآخر ثم لا إكراه في الدين ولا ضغط بل الإسلام يعود التأثير على إنسان لتغيير معتقده أو تحويل قلبه عن معتقد أو يعني جعله يتشبع ويميل لفكرة دون اقتناع طب هذا هو الهدف من حوار الأديان هذا هو حوار الأديان طيب أنت تهاجم حوار الأديان وتؤيد الآن هذه هي الفكرة التي يتحدث عنها صارت انفصام أي فكرة يا رجل أي فكرة انفصام فكري عندكم أنتم هذا هو يقول لك انفصام فكري انفصام عندك وعنده كيف انفصام عندي؟ لأنك لم تعوا ما قلت قلت إنهم حاصروا للحوار في دائرة ضيقة يتم التلاعب فيها ثم ما هي الأخلاق البشتركة؟ أخلاق الزنا والإباحية أخلاق الشذول أخلاق تزويد الرهبان في الكنائس العقد للرجل على الرجل إباحة إنجاب المرأة دون زواج هذه الحضارة هذه حضارة التي يتكلم عنها الأخ هذا سقوط إنساني ووصل إلى حمأة أدنى من حمأة الحيوانية والأخ يتصور أن الشر طارق ويزول بالحب والياسمية هذا كلام إنشائي كلام فارغي يتكتب موضوع إنشا من؟ هل كانت الدنيا طاقت بابني آدم حتى يقتل قابيل وهابيل؟ الشر في الطبيعة البشرية يا رجل وهو أحد مختبرات الإنسان وامتعاناته في تكوينه يخلق على الفطرة السوية ثم ينحرف أني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين وعندينهم يبقى نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها أنا مسلم من حقي أن أقول الإسلام هو الحق براهيني كذا ما عند الآخر أنا أعتقد دون تجريح ودون سباب ودون أي لون من التعدي باطل وله الحق أن يعتقد هو كذلك يقول إن ما عندي هو الحق وما عندك أن تلبق نعم يبقى الحل إيه؟ أن أسلم لك بحقك في أن تعتنق ما تشاء وتسلم لي بأن أعتنق ما أشاء ويكون الأسلوب التعامل بيننا هو أسلوب التعامل الإنساني القائم على الندية وعلى هذا ما قاله لا هذا ما قاله قاله على غير أساس يا راجل كيف على غير أساس؟ في التسامح الذي يتحدث عنه وراءه ما يأتي وراءه هدم روح المقاومة ضد الحروب وضد العدوان وضد التعدي في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين طيب ونزع روح الجهاد من هذه الأمة وجعلها تستسلم ولو قرأ الأخ التاريخ وراء تجربة أحمد خان السيد أحمد خان في الهند وكيف قام بنفس الدور الذي يقوم به المشاركون في حوار الأديان من تطويع المسلمين لعدوهم وتمكين عدوهم من السيطرة وجعل هذا العدو مقبولاً عند جماهير المسلمين وكسر شوكة الجهاد لا عزف عن ما يقوله ولا تبرأ مما يقوله جميل